الآخر التقى رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمس الأربعاء في بيونغ يانج وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو الذي سلمه رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحسب وكالة الأنباء الكورية فقد أجرك محادثة ودية مع شيغو الذي سلمه رسالة موقعة من بوتين وتم خلال لقاء مناقشة عديد القضايا في مجال الدفاع والأمن الوطنيين والبيئة الأمنية الإقليمية والدولية وخلال الزيارة زار شيغو معرضا للأسلحة حيث استعرض كيم أمامه أسلحة ومعدات أقول من نوع جديد